أخوكم أجل الناس يتحفي لتحقيق مفهود قضائي وأخوكم أجل الناس يتحفي التصوير بوليسي المجال الأمن يتحفي بسيارة لتعقل شخص و الأمر الخطير جداً كان الشخص الذي حكم في سجنة 3 سنوات كان في سجنة واحدة موبيل من المدينة تلودانت التي هي ستروة مطرقية ستروين ستروة للسيارة وفا السادف للمدركيها 24.037.037 الغريب في الأمر لقنات الآخر المعتاقة اللي محكوم تلت سنوات السجن بأن نركب على السيارة مستوري عليها للسيارة اسم مواطن مغربي من مدينة تالودانت التي تخرج بكل وقاحة وبكل جراءة بأنه خوه بريء كل براءة من التوهم اللي عنده لن نركب على السيارة من شهر 11 واذا يسمي لك؟ واذا يسمي لك؟ واذا يسمي لك؟ مع هذا السيد الذي يخرج فيديوهات ويتداعقه وأول شيء يدرى في القضاء المغربي النازيه لا يمكنكم لا يمكنكم لا يمكنكم لا يمكنكم السلام عليكم معكم مردوان صاحب شركة كيلاء السيارات من دين تسلا أردت بحق الرد على موضوع واحد المعتقالين الذي يحكم في ثلاث سنوات السيجن في ملف الذي تعرف في المغرب كامل من طانجة القويرة بملف يسمى عصابة سرقة السيارات هذا الناس الذي يأتي وينتح له جميع السيارات التي تقولون هو مق وينتح له الصيفات المفوودين قضائيين ورجال الأمن وينتح له الصيفات الأورغانيزم كريدي بأن عندهم حق يسترجعوا السيارات المطلوبين كريدي بأن يدعي هذا أخ من المعتقلي الذي محكم ثلاث سنوات سيجن بسجن العرجات بسرقة السيارات وضرب رجل أمن بالسيارة وعنده السياقة بدون رخصة بدون بيرمين الذي كان فيه تقول بأن أخه تم اعتقاله ضلما وعدوانا وتقول بأن الأخه بارئ من هذه التهمة التي لديه بأن أخوه تحكم مظلوم يعني أخوه مظلوم كما يقول بذلغة له هو الحمد للله كضحايا في عصابة سرقة السيارات رد لنا بجميع الوطاق التي لدينا وبجميع الأدلة التي هي قاطعة التي عبارة عن أقراص سيديات وعملات وتصوار وفيديوات بأن هذه الجريمة يرتاكبون في حق المواطنين وفي حق أرباب وكالت السيارات يعني الشيكايات لا يوجد الشيكايات عادية كما تقول بأنها كانت شيكايات كيدية بأنها كانت تصفية حسابات مع أخه خوكرة أولا يقلب عنها ليس لذلك خوكرة جاء عدنا سيارة أثناء اعتقال شخص ودرب بوليسي وكان أعطيه حق الرد في أحد الكلام الذي قلته خاطر جدا بأن البوليسي في الجلسة قدام السيد الرئيس للمحكامة كيتنازل على الحق المتابعة في الأخ ذلك هذا الكلام لا يوجد وأنا كانت تحمل المسؤولية كاملة والمحكامة حكمت بثلاث سنوات سجنا وحكمت بخمسة لف درام تعويض للرجل الشعطي وكان فيه بأن ترب بوليسي وكانت تغلل بعد الخارجات في منابر الإعلامية وكانت تغلل التراعي العام المغربي بعد الميل في هذا اللي كانت تعرف بعصابة سرقة السيارات الحمد لله القضاء المغربي نصفنا وعطينا كامل حق للمن رجال للأمن الذين تصمتون في محاضر من 12 تنهار حتى الثالثة للصباح للمن النيابة العامة للمن السيد الرئيس المحكامة ابتدائية من المدينة سلا للمن السيد الرئيس المحكامة الحمد لله ضحايا لعصابة سرقة السيارات الميلف تحول كان الميلف الأول الذي تعتقلوا فيه الذي تحكموا فيه ثلاثة الناس تفرقت عليهم 19 عام من الحبس 19 لسنة التي تفرقت عليهم وكان الميلف الثاني الذي فيه تقريبا تحكموا المكلة من الم متدائية من الملف من المدينة سلا إلى السنا التسناف للرئيس المحكامة بعدم اختصاص الرد كان الرد الأول على هذا المعتقل الذي تحكموا في ثلاثة سنوات السيجن العامر الأول هو البوليسي لأن تنازل البوليسي لا تنازل أنا أخوك تحكم ثلاث سنة الحبس وخمس ساعة في ذلك لتعويض رجال الأمن لتضرب السيارة الثاني هو أمر خاطر الذي يتهمني أنا شخصياً كنت في إعتقال أخيه وأنا اللي شديت أخوه وشاطفته ثلاثة ساعات على السب والدرب والمعيور وتخسرت الهضرة ودرغن أخوه وقال لجد السواعي قال لك وشنا عايشين في غابة؟ أو وشنا غابة؟ دخلت عمجر الله وشنا عايشين في غابة؟ لنحن في دولة الحق القانون اختيت واجتنا في الناس لجد السوايع نعرف ماذا تقول بعد ذلك وتنعرف ماذا تقول الألتهم الثاني تقول بأنني أنا ارتشيت رجال الامر 40 مليون كما تكون عندي 40 مليون ولكون قامت قادرين هذا الألتهم خاطر لأنك أطلب من رجال الامر يحقون معد السيد هذا ومن المصرح الأول بأنني ارتشيت رجال الامر 40 مليون ارتشيت القضاء بأنني أنا شخصياً وأنا وبعد الضحايا وقمنا بتضرب دياله وسبينا وعايرناه 3 ساعات وقدمناه رجال ديال الامن هذا ليس خاطر اللي تقول السي ولا يعرف ماذا تقول ولا تقول اداوي خاوي هذا الامر خاطر الموضوع بخلاصة الموضوع انا حقر ردرته لي وكان لك رجل الامن لي كمسكينتا ومتدر بالسيارة دياله وكان الملف كيفاش خرج الامر الخاطر ده بالليان جيوليه والامر الخاطر اللي خاطر جدا بأن الشخص دياله اللي بحكم 3 سنوات سجنا كان سرق واحدة موبيل من مدينة تالودانت اللي هي ستروى ماتركيل ستروى للسيارة ديال وفا السالف للماتركيل ديالها 24037 ألف ساو ثلاثين ستروى مكحلة كما تشوفوا هالصورة دياله هي كاينة عندي هنا تصل بيالسيذ مسكين صاحب السيارة قال لي انا واحد السيارة دياله مصروقة ليا ومشيت الوفا السالف وما كانت السيارة حتى كانت تفاجأوا الغالب في الامر لقنا هذا الاخر المعتاق اللي محكوم 3 سنوات سجنا بأنه ركب على السيارة مستوري عليها للسيارة باسم مواطن مغربي من مدينة تالودانت للدولي السيارة لديل هذه العصابة اللي معتاقلين كلهم الدولي السيارة في تاريخ شرح داش الفين واثنين وعشرين شرح داش واثناش وكاين واحد شارجوه شهر ثلاثة وشهر ربعة ما يعدل دابت قربا واحد ستة شهور والسيارة في الملكيات لدي السيد هذا اللي تخرج بكل وقاحة وبكل جرأة بأنه خوه بارئ كل بارئة من هذه التوامل اللي عنده هذا شي كامل اذا الخوك ما كاينش انتحال صفات مفوط قضائي انتحال صفات رجل امن دهس رجل عمومي اثناء مزاورة مهنة ديانو صارقة غير الموصوفة يعني بزيب خروقات طموبيل هي بعلانت السي من شرح داش واش بل اسم ديالك وبأين صفارك على طموبيل هذه عدنا فيديوهات عدنا فيديوهات وعدنا صور وعدنا شهود معينين للسيارة انت مستوي على من شرح داش من السرق اخوك من مدينة تارودانت طموبيل هاي هذه السيارة بفيديوهات كتبت مع انك ركب على طموبيل ومستوي عليها جميع الفيديوهات عدنا ديالة السيارة انا كنطلب بفتح تحقيق مع هذا السيد هذا اللي كيخرج بعد فيديوهات وكيداعي يخوه وأول حاجة كيدرب في القضاء المغربي النازيه معمول القضاء المغربي يضلم شيء واحد كيدرب في القضاء المغربي النازيه بعدنا اخوه كيداعي ثلاث سنوات سجنا ضلما وعدوانا يعني ان تعدى علي القضاء القضاء معمول كي يتعدى القضاء المغربي معمول كي يتعدى على شيئ واحد قدرتي تحاسب لم يتفكر كي تتحاسب بشيء العام المغربي تحرق في منابرا إعلامية اخوه بارئة وغيت الباراء على الاخوية وانه يتم تستطيع العباد الله وانه يتم تستطيع العباد الله وانه يتم تتعليمات وفي التشارة مع الاستاد عصام الصمريح محميدي انا سيد ووكيل جالت الملك المدينة ترغباته ومدينة السالة كانت شخصياً المستولى على السيارة من شهر 11 موبيل من شهر 11 واسبوع السيارة تتخباته أنا كنت طالب تحقيق في هذا الموضوع ويستدعيه هذه السيارة ومشي الوفى السالة في شفر السيارة بسمية من وشكو الملك السيارة المسمى برايم الخالدي ويستدعي الملك السيارة برايم الخالدي ويستدعي الشيكاية ولكن بعد أن أستاذ عسام قال له ابن السيارة لحبس الأول لا يمكن أن تكتافي بهذه السيارة رجع للسيارة سيارة حسن لك وهذا المساج الذي يوجدك ونصيحة أخوية رجع للسيارة طموبيل أو رجع السيارة الوفى السالة السيارة تترك بعدها من شهر 11 بأي قانون طموبيل ليس لك بأي قانون بأي قانون بأي قانون شكرا على المشاهدة إذا أعجبك اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة